بسم الله الرحمن الرحيم حضرتنا اليوم المحاضرة اللي تتعلق بالأدجكتف والتوابعة هنا بالنسبة عندنا للأدجكتفز الأدجكتفز هنا مثل ما نعرفه بأنه يكون إلى عدة أو واحد موقع أكثر شيء اللي هو يكون قبل الاسم مباشرة فهنا خنشوف الأماكن الأدجكتف أو الصفات اللي تكون بالجملة عندنا هنا المثال الأول بالإنترودكشن Henry and Claire are having dinner in a quiet restaurant يعني في مطعم هادي quiet restaurant It's a warm evening دي يوصف الأجوال يقول هنا كان مساء دافئ أو مساء جميل The food is delicious الطعام كان رائع Henry is feeling romantic Henry كان تشعر بالرومانسية هنا يقول الأدجكتف بهاي الجملة أو هذا العبارة يقول هناك quiet والwarm والdelicious والromantic The word quiet describes the restaurant يقول هناك quiet إن أنا وصفت المطعم It tells us what the restaurant is like هي دا تخبرنا شن هو كان المطعم نجي هناك راح نفصل أو نبين الأدجكتف يقول هنا there are two places where we can use an adjective يقول أكو مكان خاصات بالأدجكتف مكان الأدجكتف اللي هو يكون قبل الاسم before a noun مثل المثال السابق أو العبارة السابقة هي quiet restaurant and after a linking verb وبعد الفعل الربط اللي هو الأكزيلاري بعد الأكزيلاري اللي هو مثل feeling romantic يشعر برومانسية هاي الصفة romantic يشعر برومانسية فأنا نمطيكم before a noun and after a linking verb مثل clear has got a new car امتلك سيارة جديدة new car صارت قبل الاسم وعدكم أمثلة ثانية بالنسبة للafter a linking verb clear has car clear's car هنا أنا أستتملك clear's car is new سيارة clear هي جديدة جدي بعد ال linking verb اللي هو الأكزيلاري وهنا نعودكم أيضا أمثلة ثانية يقول هنا some linking verbs يقول بعض الأفعال الربط بعض أفعال الربط هي appear appear يبدو will be is will are will am become will feel will get will look will seem will smell will stay will test هذن الأفعال الربط ومن ضمنها الأكزيلاري ذيرب هذن يجي بعدهن من الممكن أنه يجي بعدهن الصفة فهذن يكون ينحفظا زيد إن أنا يقول we can use two or more adjectives together يقول مرات نقدر نستخدم كلمتين كلمتين adjectives سوية واحد بصف الثاني وبنفس الموقع مثل هنا it's a quite little restaurant it's a quite little restaurant يقول هو هنا مطعم مطعم هادئ نسبيا مايك was wearing a dirty old coat مايك was wearing a dirty old coat هو يرتدي سترة وصخة وقديمة هنا اثنين عندنا adjectives يقول هنا we can put a word like very quite before an adjective يقول نقدر نسوي صفتين أو ظرف مثل very quite نقدر نستخدم ها قبل الصفة quite romantic للدلالة المبالغة very or quite تماما أو جدا قبل الصفة very und quite are adverbs of degree هي درجة ضرف ضرفية هنا نجي عندنا نقطة الثالثة adjectives used in one position only يقول اكو بعض الصفات ما يصير بالحالتين نستخدمها قبل الاسم أو بعد linking verb لازم يجي فقط بمكان واحد خنشوف من هذا يقول هنا before a noun or after linking verb but few adjectives can go in one position but not in the other يقول تأتي بموقع واحد here are some examples يقول هنا بعض الامثلة of adjectives which can only go before a noun which can only go before a noun هنا قبل اسم تأتي قبل الاسم يأتي but careful crossing the main road هنا كلمة man تأتي قبل الاسم فقط the only problem هنا only indoor game هنا indoor يعني هنا لعبة الداخلية chess is an indoor game يعني هنا نستخدم ها داخل اي مكان يعني مو الا برا the former يعني الاول the first the former footballer اللاعب الاول فهي دائما تجي قبل الاسم كنت نحفظ هذان فامثال على هذان هنا chief الرئيسي elder المالك خارج مثل لعبة كرة القدم لازم تكون outdoor outer principal and upper فوق هذان كل هين يجن قبل الاسم فقط اما لي يجي بعد ال linking verb افعال الربط اللي شرحنا قبل هنا at last مثل asleep is asleep ونائم عدنا are very alike هو جدا يشابه amas two brothers are very alike يعني لهم درجة شبه نسبية هنا عدنا I'm really pleased to see أنا جدا مسرور لرؤيتك Vicky looked ill I thought Vicky looked ill هنا تبدو ill مريضة هنا هما الصفة عدنا ill هنا تأتي بعد looked هنا انتبه شوفوا هنا عدنا ب يأما ب يأما looked هذان الافعال linking verb هنا كنت تنتبهون ايضا اكو افعال تأتي قبل بعد linking verb اللي هي الافراد alone ashamed awake alive contact fine glad and well well هذان الافعال يأتن بعد الفعل الربط اللي احنا ذكرنا مسبقا نجي هنا نعدنا لل adjectives ايضا كتكملة للموضوع يقول هنا الادجكتفز مطيكم هنا is a beautiful sunny هاي مطيكم امثل عليها او a big black dog هنا يقول للموضوع 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 ولكن اذا قلبت غلط الصير فخنشوف شون راح نسويها او شون يكون ترتيب مثل ما انا ذاكر adjectives order ترتيب الصفات يقول هنا adjectives الصفات والاسمة يقول هنا بعض الاحيان نقدر نستخدم اسميا سوى واحد نعتبر الصفة والاخير هو الاسم مثل a glass door glass زجاج اسم door باب فاذا التقن اثنين يصير الباب الزجاجي فالزجاج صار صفة a computer program computer حاسبة program برنامج اثنين اسم اذا التقن اثنين راح يصير البرنامج الحاسوبي اين انا اش يقول انا هنا نحير we use a glass like an adjective to describe the door اجتي هنا الكلاس حتى نوصف الدور when we use another adjective as well heavy it comes before both the nouns يقول اذا نستخدم صفة ثانية مثل heavy لازم يجي بالنص before قبل الاسماء اثنين اثنين يصير heavy class door هنا هنا ننتبه اذا اسميا واحد صار صفة والاخير هو الاسم اذا ردنا نحط صفة هي بالاصل هي صفة فرح اصير بالبداية كلش رح اصير ببداية الجملة a heavy وذا اكو ا 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 كمبيوتر بورقران فهنا نعدكم ترتيب للجمل مثل opinion ا ا ا ا ا ا مثلا نعدكم wonderful nice great awful terrible هنا ا ا ا ا ا ا ا ا say how good. هاي اذا عن الرأي. how good. اذا عن size. how big. هنا large, small. هذان الشغلات اللي يجن كصفات او كترتيب. large, small, long, short, tall. هاي انواع الصفات تجي. اول شي اما تسأل عن النوعية او الرأي. فهنانا يجاوبة wonderful, nice وهكذا. اذا سأل عن او اذا كانت الاجابة بالsize. هنا هما الصفة. large, small. اهنانا يقول عند how big come first. كيف اتيت. how big come first. اذا most other qualities. اذا يسأل عن النوعيات مثل quite, famous, important, soft, wet, difficult, fast, angry, warm. يقول هنا انا most adjectives come next. if they do not belong to another group. اذا اجتي اذا يقول هنا اذا متعد الى group اخر فانها تأتي في البداية. عن الاج. مثلا new, old. يكلم العمر. عن الكلر. عن اللون. الورجن. هنا يعني الاصل منين اجيت. american, british. اصلك يعني. french. french. material. يعني بعض من هذان هي ناون اسم. type. نوعية. الكترك. كتل. يعني نوع الكتروني. political matters. مواضيع او مواد سياسية. political. هاي باللون الغامق. road transport. يعني هنا نقل بري. purpose لغرض. a bread knife. يعني سكين الخبز. او a bath towel. يعني منشفة الحمام. فهاي النوعيات. فاذا يعتبر الصفات. نجي هنا نعدنا here are some examples. مطين هنا بعض الامثلة اللي تستخدم كهنان الصفات بالبداية وبعدين الاسم. او بعدين الاسم الثاني. مثلا a small green in a stick. a small green in a stick. فهنان نمطيكم. اول مرة size. وبعدين الكلار. فهنان نتبهوا. Japanese industrial designers. اول مرة origin. وبعدين type. هذا الترتيب مالتها. wonderful new face. اول مرة opinion. بعدين age. بعدين purpose. او full plastic. souvenir. souvenir يعني بتذاكر. او بطاقات تهنئة. هنا الا opinion. الرأي اوفل. هنا بلاستيك ماتيريا. long boring train. هنا انا size. quality. type. هاي اذا مثلا مرات. يكون ترتيب الجملة. ياما انا اطيكم الجملة واتم تقولولي شون مترتبة. فهنان كأنما اعراب. تقولولي opinion مثلا. quality purpose. some nice easy quiz questions. هنا انا جاي من opinion quality purpose. a beautiful wooden picture. هنا انا opinion material purpose. we sometimes. we sometimes. we sometimes. put comma. يقول بعض الاحيان نخلي comma. اللي هي الفارزة. between adjective. بين الصفات. حتى نعدد. لانه ي时候 نحط كما. فهنان مثلا arrives with iceberg building. هنا wir zwischen الصفة والاسم. نحط كما. فقط بين الصفات. busy lively is exciting city. هنا انا The old, the rich هنا استخدام The The old, the rich هنا نمطيكم مثال يقول Here are some adjectives بعض الصفات that we can use with the يقول هنا استخدمنا بعض الصفات ويا the خنشوف ليش To talk about groups of people in society حتى نتحدث حتى نجمعها يعني الصفة هنا إذا إجدتي بمعنى إذا إجدتي ويا the راح تتحول إلى اسم جمع مثل فقير الفقراء The poor Disappealed يعني المعاقين فئة المعاقين The blind فئة العمي Here are some examples يقول what can we do to feed the hungry Hungry يعني الجياع هنا جاية بمعنى اسم جمع فهنا نتبهوا إذا الصفة إجت تقبلها The هنا صارت اسم جمع أو تألف group What adjectives can we use What adjectives can we use ما يقول هنا أنا أي الصفات نقدر نستخدمها These are some of the adjectives and other words can we that we can use in phrase with the بعض الصفات اللي هي مختصة ذنيا حفظا اللي نستخدمها وياذا حتى تبين هنانا group تبين بينه اسم جمع To do with social or economic position يعني هنانا العمل مع موقع اقتصادي أو اجتماعي مثل The disadvantaged يعني السلبيات The homeless الناس المشردة The hungry الجيا The poor الفقراء The privileged المزايا The rich الفقراء The starving المتدورين جوعا The strong الأقوياء The underprivileged دون مستوى الفقر أو دون مستوى المطلوب The employed يعني الطبقة الغير عاملة The weak الضعفة To do with physical condition or health يقول اللي خاصة بالحالة النفسية أو الصحية The planned العمي The deaf الصماء The dead الموتى The disabled المعوقين The handicapped أيضا هنا الغير قادرين على المشي The living المعايش أو المعيش The sick المرضى To do with age هذا الخاص بالعمر The elderly طبقة العجائز The middle age طبقة الفئة العمرية الوسطية The old الكبار بالسن The over 16 يعني ما فوق الناس ما فوق الستينات The under fives اللي تحت الخمسة The young الشباب فهنانا عدنا يقول we can sometimes use an adverb before an adjective يقول بعض الأحيان نقدر نستخدم الظرف قبل الصفة الظرف قبل الصفة شون تكون مثل very و quiet هنا نفس الشي The very poor يعني الناس الفقرة The هنا صايرة بين The وال poor The severely هنا شون نعرف ظرف مين حط ال y أو نستخدم very quiet اكو بعضهم بدون ال y اكو بعضهم لعبين ال y فهذا يعتبر ظرف فهنانا الظرف اذا اجه ويصفة فكون يكون قبل The very poor The severely disappeared هنا 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 بصورة طبيعية يمتلك adverb مثل The less fortunate The less fortunate can't afford to go on لسوء الحظ أو الحظ القليل The less fortunate The less fortunate هنا عدنا should they mentally ill يعني الناس المرضى عقليا الناس المرضى عقليا فهنانا عدنا mentally ill هنا عدنا ظرف فساعدنا ظرف بصورة عامة very severely أو هنا عدنا يقول هنا there are some adjectives in this structure that normally have an adverb يعني يعني هنا بمعنى اللي لازم تي حط لأ adverb حتى يخصص أكثر هنا عدنا the young عدنا هنا the young the young and the young people the young هنا يقول means young people in general the young يعني هنا عرفنا بينه إذا جدت there مع الصفة بمعنى إنه تعبر عن group كامل فهنا the young يعني بمعنى الشباب بصورة عامة الناس young people بصورة عامة the young have their lives in front of them when we mean a specific person يقول ولكن إذا ردنا خصص شخص or specific group of people أو خصص ناس معينة مجموعة ناس معينة then we use man women or people يعني إذا ردنا خصص جماعة الyoung يعني مو بصورة عامة الشباب إذا ردنا خصص بينه الشباب الرجال أو الشباب النساء من النساء أو الشباب من الناس بصورة عامة فهنا نستخدم man or women or people فهنا يقول there was a young man standing standing on the corner I know the young women in the reception none of the young people in the village can find jobs here فهنا خصصناها بقد نفسها ولكن حطينا لها شنو اسم حتى نخصص هاي الفئة the young هنا حتى نخصصها أكثر فصارت هنا اسميا لأن استخدمنا the a young man the young women the young people نجي هنا عدنا interesting وال interested interesting وال interested هنا يقول mike is reading about u for s هنا أنا عدنا يقول interesting و interested شو وكت استخدم ing وشو وكت استخدم ed إذا أردنا استخدم ها كالصفة الصفة مرات استخدم لها ing ومرات ed فهنا خنشوف يقول the book is full of information it's very interesting الثانية حتى نشوف شنو المرقار مايك is very interested in uf os هنا شون الفرق أو شنو الفرق هي اثنين تنصار بها متعة الاولى هنا عدنا ملاحظة يقول إذا الشيء إذا الشيء مقابلك أو أشياء مقابلك هي اللي صنعت لك الشعور بشيء معين هنا أستخدم لها ING مثل ما صارت بالمثال الأول يقول هنا الكتاب هذا الشيء is full of information هو مليء بالمعلومات ولهذا السبب هاي المعلومات اللي بالكتاب هي اللي خلتني ممتعة هي جدا ممتعة يعني هي اللي ممتعة مو اللي متونس هي اللي بيها طرافة أما الثانية يقول مايك is very interested هنا مايك هو متمتع بالشغلة شعوره هو شعوره هو مايك is very interested هو شعوره دا ينبع من عنده لمن يقرأ هذا الشيء هنا نقول the word interesting هنا رح نجي للشرح يقول الكلمة interesting اللي بيها ing tell us what the book does to mike ما يعمل ما يجعل book ما يعمله البوك لمايك it interested him هو يمتع هو a book can be interesting boring exciting amusing for example يعني بيها ing أما the word interested tell us how mike feels يعني إذا الشعور أنت شعرت بي أنت اللي كونت هذا الشعور رح نستخدم ايدي ولكن لا إذا الشغل أو الشيء هو اللي هو اللي بيها الشعور هذا اللي وصلك إليك فنستخدم ing هنا adjective verse هنا adjective verse زوج من adjective هنا نمطيكم ing وال ed مطيكم على شكل أمثلة شوكت أستخدم ing وشوكت ed tom told us on a music story يقول tom أخبرنا قصة ممتعة هي القصة الممتعة ما سألك عن شعورك وانما القصة هي اسلوبها ممتعة أما الثاني يقول we were amused at tom story لما قرينا هاي القصة الممتعة احنا تمتعنا فلما احنا شعرنا بهذا الشعور رح نستخدم ال ed وهكذا بالنسبة البقية الامثلة نجي 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 الموضوع اللي ما قبل الاخير adjective or adverb هنا نقول adjective Vicky Richard هنا نقول I like that song that Natasha sang انا احب تلك الاغنية that Natasha sang التي غنتها Natasha Richard yes it's a nice song and she sang it's nicely too yes هي اغنية لطيفة وهي تغني بشكل لطيف ايضا nicely قلنا الadverb ياما كلمة هي adverb ياما اكو صفات نحط لها ly يصير adverb فهنا هاي الصفة nice حطينا لها ly صار nicely so an adjective nice يقول هنا الصفة nice describes a noun sang يقول هنا an adjective nice الصفة nice توصف الاسم sang هاي نعرفها بينه تأتي قبل الاسم يعني بمعنى انه توصفها an adverb nicely describe a verb الadverb شون عرف ضرف هو يوصف الفعل يوصف الفعل فالصفة هي توصف الاسم موقعها يوصف الاسم والظرف هو يوصف الفعل فهنا مثلا the man had a quiet voice الرجل يمتلك quiet voice صوت ممتع أو صوت هادئ فهنا نوصف الصوت والصف الصوت يمتلك صوت ممتع أما the man spoke هو يتحدث quietly بشكل هادئ هنا نظرف وصف الفعل وهكذا بالنسبة للأفعال أو الجمل البقية نجي للملاحظة يقول we can use adverbs in other ways يقول الادverb مرات نستخدمها بطرق أخرى an adverb like really or very can be combined with the unadjective hot or another adverb carefully يقول really وvery نقدر نستخدمها بمعنى جدا نقدر نستخدمها مع الصفة أو نقدر نستخدمها مع ضرف مثل it was really hot يعني very hot جدا حار أو نقول very carefully بحذر تم أو بحذر جدا his work very carefully جدا حذر فهنا هاي الكلمتين اللي هي الادverb نقدر نستخدمها ويا الصفة قبل الصفة ونقدر نستخدمها قبل الضرف an adverb like fortunately لسوء الحظ or perhaps says something about the whole situation هاي الكلمتين fortunately or perhaps يقول هنا توصف الموقف كل يعني بمعنى إنه هي عبارة كاملة مثل fortunately لسوء الحظ nothing was stolen لم لحسن الحظ لم يسرق شيء perhaps ربما سارا is working late يعني هنا فورتشنتلي وperhaps اللي هي ظروف ما يحتاج إنه نخلي بعدها صفة أو اسم وإنما هي فقط تكون عبارة الوحد تكون كظرف وبعدين يجي الاسم كامل أو جملة كاملة فهنا نتبه fortunately وperhaps من استخدم أي اسم أو أي صفة أو أي ظروف بعده تجي مباشرة وراها جملة كاملة هنا نجي إذا نهايت الي النقطة الثانية the الي ending يقول هنا نحن نصيغ بعض الظروف from an adjective إحنا قلنا مسبقا مثل nice يقول هنا نكون adverb من adjective باستخدام ly مثل polite مؤدد polite بشكل مؤدد quick سريع quickly بسرعة safe هادئ safely بهدوء أو بأمان فهنا أنا نضطيكم قواعد لل ly وشلون نستخدم ly أو شنو نهاية ال adjective حتى نستخدم ly أول واحدة نقول we don't leave out مثل nice نهاية e ما نحذف وإنا فقط نضيف ly مع عدا true truly whole holy هاي e تنحذف الثانية يقول y هنا إذا نهاية الصفة y هنا نش يقول يقول after a consonant هنا y تنقلب إلى i ونضيف ly إذا هنا موجود إذا يأتي بعد صوت صحيح مثل easy y قبلها صوت صحيح فانقلبت إلى i ونضيف ly مثل lucky luckily همت قلبت إلى i ونضيف ly يقول هنا also angrily happily heavily إذا نهاية l e يقول هنا تقلب e إلى y مثل possible possibly also comfortably properly reasonably and sensibly troubly إذا هنا نهاية ic هنا إذا إذا هاي تقلب ic هنا نضيف ll y ll y مثل dramatic dramatically هنا automatic automatically scientific scientifically يقول ما عدا public هنا فقط نضيف ly وحد public هاي انتبهوا له هاي الشغلة هنا نجي ل looked nice looked carefully شو كت نستخدم صفة ويا looked وشو كت نستخدم ظرف ويا looked مثل carefully هنا نقول linking verb أفعال الربط ويا adjective أو action verb ويا adverb يعني هنا نقول إذا linking verb واللي احنا أخذناه مسبقا seem to looked وعدنا هنا الverb to be ال is was هنا يجي بعدها صفة مثل tom was hungry the children seemed happy my soap has got gold cold هنا got linking verb هنا إذا الaction verb يجي بعدها adverb action verb يعني أفعال الحركة اللي مثلا تأكل تشرب تتحرك هاي الact verb مثل eight hungry يأكل بشراها played happily يلعب بسعادة stared coldly stare coldly يعني يحدق ببرودة أو بتمعن إذا أنا يقول unadjective يقول إذا adjective can come after a linking verb يقول هنا الصفة تأتي بعد linking verb such as be هنا نحن قلناها ذكرتها مسبقا لي شرحناها مسبقا ناخذ ظروف when the verb means that something is happened إذا شيء ما يحدث action verb يعني شيء يتحرك إن أنا some verbs بعض الأفعال like look test appear يعني أفعال الحواس can be either linking verbs or action verbs يقول إذا أفعال الحواس هنا نستخدم لها صفة نعملها معاملة linking verbs أما نعملها معاملة action verbs مثل Mike Mike looked angry or he looked carefully مثلا test awful or test the drink nervously يتذوق بغضب أو بعصبية the man appeared drunk ظهر أو يبدو سكران a waiter appeared suddenly ظهر أو برز فجأة فهنا ننتبه هنا look test appear look test appear نقدر نستخدم الحالتين يأما يجي وراها بعد صفة يأما ظرف نجي هنا الأخير شي اللي هي adjective or adverb اللي هي تكملتها friendly or likely يقول the ending ly is the normal adverb ending هاي إحنا عرفناها بأنه بصورة عامة نضيف لها ly يصير ظرف but a few adjectives also end in ly يقول ولكن بعض الصفات أيضا نستخدم لها ly انتبه يقول هنا man lean was very friendly هنا الصفة هي جدا هي ودودة جدا it was a lovely party هي كانت حفلة حيوية أو نشطة فهنا يقول أكو بعض الصفات أيضا نحط لها ly فهنا ننتبه هذان ينحف friendly lively lively lovely elderly likely lonely silly ugly the words are adjectives not adverbs يقول هنا أنا أقول كلمات صفات وليس الظروف وليس الظروف هنا ننتبه and we can't add it ly there is no such word are friendly friend friendly ly ببارة ضرفية يعني باسلوب صداقة أو in a friendly manner he spoke to us in a friendly way هنا صار الظرف ولكن choose another word of similar meaning يقول إذا أنت تريد أنه تستخدم الظرف نقدر نستخدم كلمة أخرى حتى تطي نفس المعنى مثل يقول هنا it was lovely everything went beautifully كل الشي هو باسلوب جميل ماشي باسلوب جميل hard و fast يقول هنا adjective و adverb يقول we did some hard work or we worked hot هنا نتبهوا الhard والfarce تبقى نفسها بدون إضافة أي شيء فإذا كانت قبل الاسم صار الصفة وإذا كانت بعد الفعل أو بعد linking verb هنا كانت ظرف يعني توصف الفعل إذا إجدت توصف الفعل صار الظرف فهنا ندي يحكي عن هذن اللي هي تكون نفس الشكل بالاسم بالصفة والظرف ولكن موقعها يختلف يقول we can we can use these words both in adjective and as adverbs both as adjective and as adverbs مثل deep early بالإضافة الhard والfast deep deep early fast hard high late long low near right straight wrong يقول هنا باللغة الغير رسمية الصفات اللي هي cheap والload والquick والslow هنا نستخدمها كظروف مثل هنا هنا عدنا cheap close ملابس رخيصة it was quick هو سريع أو هادئ بالأدفرب هنا cheap or cheaply quick or quickly فهنا يقول باللغة الغير رسمية يقول الصفات مثل هذاني cheap والloud والquick and slow نقدر نستخدمها بالشكل ضروف يعني نستخدم لها ly فقط بالغير رسمية يعني هنا تقريبا هاي الملاحظة من استخدمها hard or hardly or near or nearly هنا عدنا أخير 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 نقطين here are some pairs of adverbs يقول هنا بعض بعض أزواج الظروف like hard hardly which have different meaning which have different meanings يقول هنا تمتلك معاني مختلفة here are some examples يقول I tried hard أنا حاولت بجهد but I didn't succeed ولكن لم أنجح I've got hardly any money left I've got hardly أنا حاولت بالصعوبة بأنه لا أترك أي مال فهنانا عدنا يقول هنا here are some pairs of adverbs like hard and hardly which have different meanings يقول هنا أنا راح تغير بالمعنى hard or hardly يقول luckily I found a phone box quite near quite near quite near يقول هنا أنا هو لكن I nearly fell asleep يعني هنا بالكاد أنا in the meeting يعني أشعر بالنعاص in the meaning أو غالبا ما أشعر بالنعاص في المقابل فهنانا يقول راح يتغير المعنى بالنسبة للأخيرة الأخيرة يقول we got into the concert free إلى الحفلة الموسيقية مجانية we got into the concert free إلى حفلة مجانية هنا الثانية the animals are allowed to wander freely يقول هنا animals الحيوانات are allowed to هنا يسمح لها بالتجول بحريتها فهنانا هذي بدون فلوس هاي بحرية فهنانا اختلف بالمعنى نجي الأخير شي اللي يلقاط والوال يقول good is an adjective الجيد هو adjective ولكن الوال هنا نحن adverb نحن adverb مثلا you do well انت عملت شكل جيد you are very good or your degree is very good هنا وصفت الاسم اللي هو الدرجة بينه هي جدا جيدة اما اذا وصفت الفعل فهي ضارف اللي هي الوال the opposed are bad badly هنا good well bad badly مثل هنا Natasha is a good violinist هنا بالadverb she plays the violin very well هنا انتبهوا اذا وصفت الاسم هي adjective وذا وصفت الفعل هي adverb لازم نحط well بدل good مو good well اما bad في الظرف مالت badly اخير شي يقول اخير ملاحظة well can also be an adjective meaning in good health the opposed of ill good health الا opposed مالت health ill مرض فينا نقول مرات نستخدم ك adjective اذا تدل على صحة او مرض مثل my mother was very ill but she is quite well again noun but she is quite well again noun ولكن هي تحسنت جدا الان فهنا الول ان استخدم ها اذا دلت على مرض او صحة how are you very well thank you so at this point i'll farewell you and say goodbye bye